كيف ممكن تذاكر شهادة CCNA بشكل مجاني؟ وش الدمز الموثوقة والموجودة والمشابه لأسل الاختبار؟ كيف تحجز اختبارك عن طريق الموقع الرسمي؟ كل هذا راح تشوفونا بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد معكم ياسر رد ومثل ما وعدتكم في تويتر مراجعة كاملة على شهادة CCNA 2301 الحمد لله اختبرت وعديت الاختبار وأخدت الشهادة اليوم إن شاء الله راح نشوف في هذا الفيديو وبهذه سليدات كيف ممكن تذاكر CCNA بشكل مجاني وش الدمب اللي أنا اعتمدتها وجاء منها كثير في الاختبار وتبس كذا بسيطة لطيفة مع مذاكرتك وأخيرا كيف ممكن تحجز الاختبار من الموقع الرسمي وكم تكلفته قبل أن نبدأ في حاجة مهمة جدا لازم تسمعونها كورس بيتي اس مقدمة شخصيا مني أنا مدتها أكثر من 46 ساعة من التطبيق العملي المكثف في هذه الدورة شرحنا عن أهم وأقوض الأدوات في اختبار اختراق وشرحنا على النظام الكالي لينكس وشرحنا كيف ممكن تكتشف ثغرات المواقع وتخترقها وحتى كيف تسحب قواحد البيانات المواقع بشكل يدوي وأخيرا كيف تخترق الأجهزة المتصلة في شبكتك من أنظمة ويندوز و لينكس ركزوا معي شويتين إنه حاجة جدا مهمة مسوي عرض ما راح يتكرر السعر الآن أو سابقا 399 ريال مع خصم 25% صار 299 ريال بس كذا لا يا حبيبي أول 30 شخص يشترك بالدورة راح يأخذون خصم 50% ويصير سعر الدورة 199 يا بلاش بس كذا لا حبيبي حتى اللي ما عنده مقدرة أن يدفع المبلغ هذا سحب على ثلاث مقاعد عن طريق تغريدة في تويتر طيب ياسر كيف ممكن إحنا نشترك بالدورة نبي نشترك نبي نلحق على أول 30 مقعد تواصل معي عن طريق التليجرام أو عن طريق تويتر في الخاص اللي يغيحك حساباتي موجودة تحت في الوصف وتواصل معي الدورة حرفيا راح تأسسك أساس قوي جدا في مجال البنتستنج اللي حاب يأسس نفسه ويبدأ بأساس قوي جدا هذا الدورة مناسبة لك طيب ياسر أنا مبتدئ مرة ما عرف ولا شي عادي الدورة تبدأ معك من الصفر المعلومات كلها تحت وحساباتي كلها تحت اللي حاب يشترك فيها حياكم الله اللي مدة محدودة نترككم مع الفيديو طيب طبعا راح تلاقون هذا الملف PDF موجود في الوصف تقدرون تحملون الملف ويكون عندكم كمرجة طبعا الفيديو هذا راح نسجله مخصص لمراجعة CCNA 2301 في البداية وش المحتوى اللي احنا راح ندرسه في محتوى انا اعتمدت ودرست منه للأمانة هذا الشخص يعني يشكر على الشيء اللي سواه قدم محتوى كامل متكامل لشهادة CCNA 2301 بالعربي ممتاز اسمه السجات موجود هذا الروابط وعندك الرابط الثاني هو exam preparation اللي هو كيف ممكن تجهز الاختبار بحيث انه تدخل على الرابط الثاني راح تلاقي لستة فيها مجموعة من الفيديوهات يشرح لك بالتفصيل كيف تحل السؤال وكيف تفكر بسلاسة لانه من اهم عوامل الاختبار هي السرعة لازم تفكر بسرعة ولا تطول في السؤال طيب ممكن نقدر ندخل الروابط في اخر الفيديو طيب وش هو الدمز اللي انا اعتمدتها شخصيا طبعا الروابط راح ندخلها بعد شوي حبة حبة مع بعض طيب اول موقع اللي هو exam topics هذا الموقع مميز بحاجة انه يعطيك الاسئلة مع discussion بحيث انه في ناس يتناقشون على السؤال لا هذا الجواب صح هذا الجواب ليش صح ممتاز راح يفيدك كثير اما الموقع الثاني هذا الموقع حرفيا اغلب الاسئلة بعد اختباري انا الامانة ما جت الموقع هذا لكن الموقع هذا شفتها بعد الاختبار وقارنت الاسئلة اللي واجهتها مع الاسئلة الموجودة تقريبا 80% نفس الاسئلة بالضبط الموقع الاول عشان تفهم كيف تحل وتفكر كيف تحل وش الحلول اللي راح تواجهك وبرضو جت الاسئلة منها تقريبا 20-30% الموقع الاول الموقع الثاني نفس الاسئلة 80% ممتاز تقدرون تاخذونها اثنينهم وتجازون نفسكم طيب التبس اللي تحتاجها او لايف هاك ممتاز اللي راح تساعدك في المذاكرة في البداية لازم تنظم وقتك يعني ما راح تدرس عشوائيا لا انا بدرس اليوم لا انا بدرس بكرة بدر اسبوع هذا متى ما قدرت ادرس لا نظم وقتك في وقت محدد في كل شهادة انت تبي تدرسها شهادة احترافية لازم يكون عندك نظام محدد خلاص انا قوم من الصبح عندي ساعتين الى 6 ساعات اقدر اذاكر فيها يا سلام ما اقدر الصبح اقدر اشوف وقت مناسب ثاني بالنسبة لي انا اشوف انه الصبح مناسب لي غير لا يقول شوف انه بالليل مناسب له تمام في البداية لازم تنظم وقتك عشان تقدر تنهي كل هدف تواجه يوميا بحيث انه شو خلاص لو احنا اعتمدنا على فيديوهات ممتاز هو 2 ثمانية فيديو خلاص يوميا انا ذاكر فيديوهين الى ثلاث فيديوهات على حسب اذا كان عندك طاقة او ممكن تمركز معه ممتاز من فيديوهين الى ثلاث فيديوهات خلاص عندي فيديوهين ثلاث فيديوهات لازم تخلص اليوم لازم تخلص اليوم هذا هو لازم تحط عندك تدلاين الشي الثاني ادرس بذكاء كيف يعني الفيديوهات احيانا تكون طويلة لمدة نص ساعة واحيانا فيديوهات راح تواجهها لمدة ساعة ممتاز شوف الفيديو بشكل ذكي بمعنى اذا كان الشخص اللي يشرح يعني غير السي سيني اذا كان الشخص اللي يشرح تشوف انه كلامه بطيء ويعني واضح وتبي تسمع كلامه لو سرعت الفيديو يعني واحد ضرب خمسة وعشرين وكلامه واضح استمر على هذا الشي ولا تنقصه ممتاز في البداية راح تقول او انا ما رقدر استوعب ما عليك ما الوقت راح تستوعب بتشوف انه لما ترجع طبيعة تقولي الله يتكلم بشكل بطيء ممتاز ومنها تنجز الفيديو بشكل سريع هذا التب الثاني الشي الثالث اللي هو احجز اختبارك احجز اختبارك من الحين عندك لمت انا بدرس لمدة شهرين لمدة شهرين اختباري بعد شهرين اليوم فلاني الساعة فلانية انا وقتها درست راجعت حليت الدمس وذاكرتها كويس وانا جاهز الاختبار هذا الشي راح يحفزك ويخليك تضغط نفسك انك الذاكر اذا ما حجز الاختبار يا رجال ما علي انا بذاكر فيديو نصف فيديو ما علي خلق راح تماطل وتماطل 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 وهذا الشي مهم جدا احجز اختبارك لو ما حجز اختبارك ما راح تخلص مذاكلة بعد مدة طويلة جدا طيب كم الوقت المناسب انك الذاكر سيسينة ياسر يختلف من شخص لشخص على حسب الفهمة واستعابة لكن غالبا من شهرين الى ثلاثة شهور هذه مدة المذاكرة مع المراجعة مع كل حاجة تحتاجها طيب هنا راح نشوف كيف ممكن تحجز الاختبار حاط لك هنا رابط طبعا راح يجيك بدي اف تقدر تضغط على الروابط وتدخل الموقع ممتاز بعدها ان شاء الله راح تمشي مع الخطوات حبة حبة وتقدر تحجز الاختبار الموضوع ما هو صعب جدا امشي بالخطوات وراح تكون امورك طهبة ان شاء الله بعد ما تدخل الموقع راح يجيك بهذا الشكل راح اول شي راح تسوي حساب جديد تمام بعدين الخطوة الثانية اللي هي انك بعد ما تسوي الحساب وتحط معلوماتك وتسجل بشكل صحيح وايميالك الاخرة تسوي sign in او سجل الدخول بعدها تحط المعلومات ال username والباسود حقك لحطيتها وتسوي sign in الخطوة الرابعة تضغط على كلمة view exams او اظهار الاختبارات طبعا هذا الموقع اسمه person view من سيسكو ممتاز راح نبحث هنا نكتب 200-301 نحط لل code ما نحط اسم الشهادة الكود ممتاز راح نحط 200-301 راح عطينا الخيار تحت نضغط عليه وبعدها راح نروح لclick go الخطوة السادسة بعد ما نختار الاختبار ممتاز راح يودينا الصفحة هذه يقول لك اوكي هل انت تبي تختبره في احد مراكز الاختبار بشكل يدوي او تبي تختبره من البيت او من المكتب براحتك ممتاز احنا اخترنا من البيت ناس ما اختبرتنا كيفك انت شي راجع لك هذا الشي الخطوة البعدها راح يجيك بهذا الشكل انه يقول اوكي احرص انه عندك الكمبيوتر اللي تستخدم الان هو نفس الكمبيوتر راح تستخدمه في الاختبار احرص انه عندك مكان فاضي ما في احد ما في احد يدخل عليك ما احد يكلمك ما تقوم من مكانك يعني حرصين بهذا شي حتى بعد لما تحجز الاختبار ووقت الاختبار يقول صور المكان يمين اللابتوب يسار اللابتوب لازم الطاولة تكون فاضية هذا من احد الاشياء المهمة لازم تكون في بداية اختبار وبعدها طبعا على وقت الاختبار في حاجة مهمة جدا قبل نمشي على الخطوة الثامنة هي احرص انك تدخل الاختبار او تجهز عمرك قبل الاختبار بساعة هو يقول ركومندد يعني افضل انك تجي قبلها من الساعة لكن تعال قبلها بساعة لانه في برنامج راح تحمله جدا بسيط في برنامج راح تحمله وتسوي التست على جهازك بحيث نشوف اوكي واش ال سيرفز المشغلة وتحاول انك تطفيها ويكون امورك طيبة ممتاز راح نسوي نكست بعد استيب السابع راح يجينا هنا يقول اختار اللغة اللي بالاختبار فيه بالجابانيس وفي الانجليش تمام نختار انجليش نحط نكست بعدها يقول لك هل انت موافق على الشروط تمام تحط يس ايكسب وبدأ نكست الخطوة العاشرة راح يطيك الكوندوشن الشروط والاشياء اللي هما البولسي عندهم ممتاز تحط صح 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 لكل مربعات الموجودة وبعدها تحط كلمة اغري او مربع ازرق كلمة اغري ممتاز في الخطوة الهداعش وش اللغة اللي تفضل انت تتكلم فيها هل اللغة الجابانيس او اللغة الانجليزية طبعا راح نحط اللغة الانجليزية لانه راح هلا بعدها لما نحط نكست راح اجينا هذي صفحة نختار الشهر ونختار اليوم اللي بي بعدها راح نلاقي اللي هو هنا في مربعين هل تبي الساعة بالاربع عشرين ولا تبي الساعة بالرقم ثم اتناعش نزيم احنا نعتمدها لما نختار هنا راح يطلع لنا تحت تبي الصبح ولا تبي بالليل يعني مثلا يقول اتناعش وخمسة وربعين ام يعني بالليل الفجر ممتاز الافترنون هنا راح يكون 12 و45 طبعا فيه تحت اللي هو 4 العاصر 5 العاصر لآخر بس عشان توضح لكل امور هنا الصبح وهنا بالليل مساء وآخر الخطوة اللي راح تاخذها راح تحط معلوماتك البنكية بطاقتك ولكلمة السر ممتاز وحط باي وخلاص انت هنا راح تشتري الاختبار بكل بساطة بس ملاحظ مهمة بعد ما تشتري الاختبار راح تنتظر وقت الاختبار يكون عندك وقت معين ممتاز مثلا بعد شهرين طبعا نفسها برسن فيو راح ترسلك اميلا ترى الاختبار اليوم او اختبار قرب او ريماندر الاخر ممتاز وتأكد انه يكون نفس جهازك اللي انت تشغل فيه هو نفس اللي تختبر فيه ليش لانه بعد ما تخلص وتحجز اختبار راح يأتيك تست زر التست لما تضغط عليه يقولك حمل التطبيق بعد ما تحمل التطبيق جدا سهل جدا سهل ما يبقى اي شرح متاس تحمل التطبيق بعد ما تحمل التطبيق تسوي التطبيق وبرضو ممكن نحن نشوف التطبيق اذا هو محمل على الجهاز هذا طبعا هذا هو الPDF راح يجيكم بهذا الشكل نقدر نشوف اللي هو اللسة الأولى اللي راح ندرس منها هذي من قناة سجاد 82 فيديو أو 3 8 فيديو مع اللابات هذي ممتاس عندك الامانة درست أول 6 فيديوهات لأنه مثلا تشوف هنا لكل إذا كنت بتشوفها كلها شوفها كلها عادي جدا أنا عن نفسي صراحة خدت أول 6 فيديوهات واكتفيت بأول شهر خلاص عرفت كيف طريقة الحل إلى آخر ننزل على الدمب اللي هو هذا أول موقع الموقع هذا فيه 432 راح يصير عندك صراحية أنك تدخل على 250 سؤال بعد يقول اشترك أو ادفع ممتاس يكفيك لا تشيلهم راح نشوف Go to the question مثلا لقي هذا السؤال راح للاقي صورة وهذا السؤال وهذا الأجوبة هنا A, B, C, D هنا في discussion بحيث أنه الناس يتكلمون السؤال هذا جواب إيش أنا عندي نقاش الموضوع هذا هل هو A ولا هل هو B لا أنا من رأي أنه B مثلا يقول هنا B is correct لأنه كيت كيت وفي ناس يقول ترى A لا تنفع ليش B لا تنفع لأنها A C لا تنفع لأنها A فالناس يفصلون فهذا discussion مره مهمة ممتاز هنا reveal the solution بحيث أن يطلع لك الجواب الأساسي أو جواب الصح غالبا في هذا الموقع الأجوبة كلها ما هي صحيحة 100% في نتقي صحيحة 90% حاول ترجع discussion وتشوف وبعد ما تخلص تنزل تحت تروح الـ next question بس قبل نروح الـ next question وش طبيعة الأسئلة في الاختبار طبيعة الأسئلة باختبار راح تكون صور زي كذا وعليها أسئلة واختيارات طبعا كلها اختيارات ممتاز صورة وعليها أسئلة وان تختار الجواب الصحيح سواء تختار جواب واحد أو تختار جوابين مع بعض ممتاز أو تختار ثلاثة أجوبة مع بعض اختيارات عندك هنا برضو drop و drag تسحب هذه وتودي هنا تسحب هذه وتضع هنا على حسب الأجوبة الموجودة ممتاز هذا drag and drop وبرضو فيها drag and drop اللي هي submitting ممتاز هذه الأسئلة راح تلاقونها بأول ست فيديوهات عند اللي هو سجاد شرحها بالتفصيل كيف تقسم submitting وطريقة ذكية وتحل بشكل ذكي ممتاز طبعا راح تكمل next question وعند كل next question يقولك هنا I'm not robot أو تسوي اللي هو البوت challenge ممتاز طيب الموقع الثاني الأمانة صدمني يعني أنا ما شفت الأمانة لكن قلت واو نفس الأسئلة بالضبط يعني الأسئلة أنا قاعد أشوف الاختبار قدامي يعني نسبة تقريبا 60 إلى 80% نفس الأسئلة بالضبط ممتاز فمصدر كويس أنكم ترجعوا إلى وتحلون الأسئلة وتفهمونها لأنه راح يتكرر عندكم أنه اختبار واحد ممتاز اختبار واحد وفي الأسئلة ما راح تتكرر لو تغير شي بسيط ممتاز نرجح هنا طبعا هنا tips وفي PDF راح ترجعون أي وقت ينتبونا وعندنا اللي هو الموقع راح ندخل على الموقع اللي هو person view راح يجيكم هذا الشكل امشوا بخطوات create account أو sign in إلى آخر وبس كذا انتهى المقطع أتمنى عجبكم في الفيديو لو فادك المقطع لو بالقليل أتمنى تحط زر اللايك لأنه هذا راح ينشر المقطع بشكل أكبر وراح تستفيد الناس بشكل أكثر وحيكون أجر لك بإذن الله حسابات كلها تحت في الوصف أو مثل ما تشوفون قدامكم الملف البيدي اف راح تلاقونا تحت في ديسكريبشن أو في تحت صندوق الوصف برضو رابط التغريدة اشتراك في الدورة راح يكون في صندوق الوصف انتظركم هناك اللي حاب يشترك حياها الله ولا يفوز السلام عليكم اشترك اشترك